زخم إفريقي مهم جدا لكن بما أنك ذكرت السوبر الإفريقي والطائف تواصل معي الجالية المصرية في الرياض وحملوني أمانة أننا فكروا معي بصوت عالي أنت عارفهم من الناس دي دي بتروح الكويت بتروح الإمارات وبتروح كل حد فمش معقولة فيه مباراة مهمة زي دي في السعودية حيتكسلوا عنها وهم لما بيروحوا بيروحوا جيوف شرف بيروحوا يلعبوا لعبين مؤسرين في الملعب فيه جراءات بيعملوها وفيه إضافات بيقدموها على المناخ العام للمباريات الطائف على بعد 800 كيلو من الرياض فمش فاركة كعب مش في الدمام هي يروح ويرجع فهي سافروا عشان يسافروا لازم يبقى معهم تذكرهم وهي دي النداء الذي حملوني أننا أوجهه للجنة المنظمة للإتحاد الإفريقي وهي القائمين على شأن إقامة هذه المباراة تنزل التذكر بدري شوية عشان يقدر يرتب أوضاعهم يقدروا يروحوا يقدروا يجمعوا بعق النفسهم إنما هو لو أنت نزلتها قبل الماتش باربع عشرين ساعة وكده مش هيلحاقه يعملوا حق مش هيلحاقه يروح الملعب هناك فهمت أنه هو مش كبير قوي لكن عشرين ألف متفرج أستاذ الملك فيه ها فعشرين ألف متفرج في الطائف يعني ها هيخصص لك بأنه قد عشرة ويوم المباراة الله أعلم هتطرح التذكر اللي ما تبعدش ولا إيه إنما في كل الأحوال عايزة عايزة الناس تتطم إنها تقدر تحصل على التذكر بس لعلاني قد أثرت الموضوع ما ظنش إنه موضوع صعب يعني لإن كل الناس عايزة إن الماتش ده يبقى له رونقه وإن وجوده في السعودية يعني إضافة للمباراة وإضافة للمناخ الكرة والجالية المصرية